فهنا الزمالك منتظر عايز يشوف هل زده هيبيع العيبة الاهلي خصوصا انه قيل ان من ضمن الصفقة هيكون القندوسي القندوسي وهذا الكلام عاري تماما من الصحة بمعنى ان خطأ كبير تناول الاعلام لفكرة ان الاهلي قرر بيع القندوسي لقرر بيع القندوسي دون ان يكون للقندوسي رأي يعني النادي الاهلي بعد عمل تحقيق مجرد اعلانه بيع القندوسي وكأنه بيقول للقندوسي انت غلط انت كذاب انت بتقول معلومات خاطئة انت كده كده ملكش مكان عندنا ده المعنى الحقيقي والقندوسي لما جي تكلم مع ابراهيم عبدالجواد قال لك احنا في الجزائر دمنا حر في الجزائر دمنا حر وكلمتنا واحدة وما بنعرفش نلف ولا ندور ده كلام القندوسي مع ابراهيم عبدالجواد بل كمان كابتن ايمان رمادي بندخل معانا قال لنا نفس الكلام قال لك القندوسي ده ما بيجدبش وما بيلفش وبيدور وعفوي واللي في قلبه على لسان فانا بقول لكم من ناس مقربة من القندوسي قردي سيراميكا فعل السنة الاعارة وده كان قبل لقاء القندوسي في التلفزيون مع زميل ابراهيم عبدالجواد فتم تفعيل سنة وافق نمرة اتنين القندوسي السنة دي عقده السنوي سبعمائة الف دلار او ستمائة وخمسين كان بادئ في النادي الاهلي بنص موسم لعب مع الاهلي نص موسم جس سنة اللي بعديها كولر قال مش عايزه رحصي راميكا كليوباترا كان الاهلي بيتحمل تقريبا تلتمية وخمسين الف دولار من اصل ستمائة الف دولار تمام؟ يعني كان بيتحمل الجزء الاكبر من عقد القندوسي طب بعد ما تم تفعيل العقد السنة اخرى بعد رفض كولر عودة القندوسي الاهلي هذا الموسم يتحمل ربعمائة الف دولار من عقد القندوسي فيما يتحمل نادي سيراميكا تلتمائة الف دولار او او قد يقل خمسين الف دولار على حسب العقد السنة دي لستمائة وخمسين الف دولار لسبعمائة الف دولار كل سنة النادي الاهلي تعاقد مع القندوسي اربع سنين ونص ملعبش مع النادي الاهلي غير نص وطلع سنة عارة والسنة التانية هي دي وحتى بعد نهاية السنة هيبقى فضل له سنتين مع النادي الاهلي فالقندوسي قال للمقربين ان انا هقعد مع سيراميكا السنة دي وانا محدش هيبعني يعني محدش هيفرد علي ان انا اتباع والنادي الاهلي طالما قال علي كده وبيطلعني قدام الناس يعني ان انا مخطئ وكده انا بعد نهاية اعارتي هشوف العروض اللي جايالي وانا اللي هختار العرض اللي انا عايزه ولو مش عايز اتباع مش هتباع لان محدش يقدر يفرد علي ولا النادي الاهلي يقدر يفرد علي ان انا يباعني لان هو النادي الاهلي مش متحكم أنا مش تحت أمره يعني مش نادي أهلي يقول لي يلا روح هنا أوكي يلا روح هنا أوكي يلا اتبع أوكي يلا كده كده النادي الأهلي عشان نكون منطقيين يعني كده كده قال لك عرض القندوسي للبيع هو النادي الأهلي كده كده القندوسي ما بيلعبش عنده يعني القندوسي لعب ست الشهور وطلع عارة سنة والعارة سنة التانية فكده كده الأجنبي اللي بيطلع عارة سنة والتانية الأهلي مش عايزه خلاص مش محتاجه يعني فهو بيدفع فلوس ليه وفي نفس الوقت بيطلعه عشان يفضي مكان وكده كده هو مش عايزه وكده كده هو مش يرجعه ففكرة بيع القندوسي مرتبطة بالقندوسي نفسه لأن النادي الأهلي مش متحكم في اللاعب وبيع اللاعب لابد أن يكون بموافقة القندوسي قبل موافقة النادي الأهلي لأن القندوسي لو مش عايز يتباع ويقعد في الأهلي هيقعد وهيبقى الأهلي مطالب والأهلي كده كده بيدفع له السنة دي من 350-400 ألف دلار من خزنة النادي الأهلي لأنه متحمل الجزء الأكبر من عقد اللاعب مع سيراميكا كليوباترا